السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحييك بالرئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع خلال لقاء مع المنصقة الخاصة لأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلا سخرات إن عودة اللاجئين السوريين من لبنان تثبت وجود مناطق آمنة في سوريا وطالب الأمم المتحدة بإعطاء الأولوي القصوى لمساعدة النازحين اللبنانيين وذلك وفقا لما نقلت وسائل الإعلام لبنانية خبرنا الثاني أصدقائي مقتل المدو حسن جعفر قصير صهر زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت حي المزة وسط العاصمة السوري دمشق وفق مصادر العربية وقصير هو شقيق القيادة في حزب الله محمد جعفر قصير الذي اقتل السلساء بغارة جوية وقالت إسرائيل إنه قائد الوحدة 4400 في حزب الله ومقرب من طهران وكانت وسائل الإعلام تابعة لسلطة الأسد أعلنت في وقت سابق أن إسرائيل خصفت مبنى سكنية في مدينة دمشق ما تسبب في سقوط 3 قتلى وتلجى رحاق تحيي لكم أصدقائي هذول أخبار لأنها بنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كلها يعني في العربية الجزيرة حلب اليوم جزال صفحة تركية بالعربية في صفحات تركية أحيانا بأخذ الخبر بترجمه وبتأكدوا المصدر للخبر تحيي كبير للكون يعني أنا ماني صحفي على الأرض أنا شخص بنشر الأخبار اللي بتنتشر على وقت مؤسسة التواصل الاجتماعي إن كانت تركية وكانت عربية تحيي كبير للكون